دشنات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وستي سنتر البحرين حملة كون النور في نسختها الثانية المخصصة لحالات الإعاقة البصرية والتي سوف تستمر طوال شهر رمضان المبارك وتهدف الحملة إلى تشجيع أفراد وفئات المجتمع على فعل الخير والتكاتف والعمل معا لدعم القضايا الإنسانية والاجتماعية من خلال المنصة التفاعلية في الساحة الرئيسية للمجمع وتتيح المنصة لزوار المجمع القيام برحلة قصيرة وتفاعلية لتجربة وفهم التحديات اليومية التي يواجهها الأشخاص المصابون بالإعاقة البصرية وسيتبرع ستي سنتر البحرين إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مقابل كل شخص يكمل التجربة التفاعلية في المنصة حيث ستعمل المؤسسة على توفير رعاية طبية لحالات الإعاقة البصرية اليوم احنا متواجدين في مجمع ستي سنتر البحرين لتدشين حملة كون النور تهدف هذه الحملة إلى علاج مشاكل العين والنظر لمنتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية دائما نفرح ونرحب بالشركات التي تساعدنا على تحقيق إحداث المؤسسة الإنسانية هذه الحملة بتعاون مع مركز المساوي التخصصي وشركة أوبتكا فكل شكر لهم وشكر أيضا لإدارة مجمع ستي سنتر على دعمهم للحملة طبعا مثل ما تفضلت هي السنة الثانية على التوالي الشراكة المجتمعية اللي بيني وبين المؤسسة الملكية والسنة ركزت الحملة على الناس اللي عندهم مشاكل البصرية مثل المكفوفين وغيرهم فطبعا الهدف من الحملة التوعية للمجتمع على هذه الفئة المعينة وكيف أنهم يعيشون حياتهم وكيف معاناتهم في المجتمع إذا كان فيه من نوعها طبعا السنة احنا شاكرين لمركز المساوي للأيون وشركة أوبتكا أنهم شاركوا ويانا في هذه الحملة هذه السنة وهذه جزء من الشراكة المجتمعية اللي نتكلم احنا عنها يعني مو بس بيننا وبين المؤسسة الملكية ولكن حتى في قطاعات ثانية ممكن أن نحن نتشارك ونعمل الخير إن شاء الله في هذا الشهر الفضيل الناس اللي في شهر رمضان دائما تحب تتواصل تحب تعطي تحت مضلة الملكية والمؤسسات التخصصية اللي احنا جزئ منها والناس أشبه كأنه مثلث ثلاث أضلاء كلهم هادلين جمعتهم بوتقة سيتي سنتر عشان نقدم خدمات للناس والله دورنا في أوبتكا زيارة توعية للناس الناس يحتاجون أكثر أن يسابون فحصات للنظر عشان تجنب أمور خطيرة مثلا في ضعف النظر خاصة مثلا للعمال يحتاجون لشي يكون مبكرا إذا كانوا يحتاجون تصحيح للنظر ومثلا لمرضى السكر والفئة اللي تعاني من ارتفاع ضغط الدم هذول المرضى بعد يحتاجون على الأقل يتيكون النظر كل ستة شهور لتجنب أي مشاكل وتصحيح النظر ترجمة نانسي قنقر